بالنسبة بقى للصحافة الرياضية ايه الأخبار؟ ده اللي احنا عرفه حالا من الزميلة العزيزة نورهان طمان اللي موجودة معنا دلوقتي عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات وهي موجودة في مقر جريدة الشروق يا صباح الفل عليك تفضلي يا صباح الخير يا كريم صباح الخير هنا هوند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر جريدة الشروق نتلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم يمكن أول خبر معنا النهاردة من موقع وجريدة الشروق الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ترتيبات قطاع الكرة للموسم الجديد عقدها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دورة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتماع مطول مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وللوقوف ومنقشة كافة الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم وكافة الاحتياجات كمان اللي بيحتاجها قطاع طبعا إلهام داخل النادي الأهلي للموسم الجديد تاني خبر معنا والألعاب الأخرى الأهلي من اليوم السابع طبعا الأهلي مع جي أس كي الكنغولي والزمالك أمام فاب الكاميروني ببطولة أفريقيا لليد يخوت فريقي الأهلي والزمالك اليوم ثالث مواجهاتهم في البطولة الأفريقية التي تصدفها تونس حتى 9 أكتوبر الجاري النهاردة إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه زي ما قلنا جي أس كي الكنغولي في السادسة مساء بينما نادي الزمالك هيواجه فاب الكاميروني في الثامنة مساء ونروح بقى للأخبار العالمية ومن موقع يلا كورا ليلة عودت بنزيمة ريال مدريد يسقط في التعادل أمام أساسونا بالليجا ويمنح الصدارة لبرشلونا خطف أساسونا طبعا تعادل سمين أمام ريال مدريد طبعا بقيادة كارلو أنشلوتي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق في ليلة عودت كاريم بنزيمة مرة أخرى لتشكيل الأساسي للفريق بعد طبعا إعلان صابته بهذا التعادل تصدر برشلونا بفارق الأهداف عن ريال مدريد بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ 19 نقطة وأساسونا يحتل المركز يعني يمتلك 13 نقطة محتلا المركز السادس أما على صعيد الدوري الإيطالي فمن الرياضية السعودية أتلانتا يلحق بنابولي ويوفينتوس يعود للإنصارات يمكن نتائج الفرق مش متوقعة طول الوقت أنها تكون هي المتصدرة لجدول الدوري الإيطالي ولكن هي المتصدرة المشهد في الفترة الحالية أتلانتا ونابولي بيتصدروا جدول الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة في الجولة طبعا زي ما قال لكم الجولة الثامنة أما يوفينتوس فيعود مرة أخرى للإنصارات بفوز كبير على بولونيا بثلاث أهداف دون رد دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو كل الشكر لك زمانتنا العزيزة نورهين طمعا على هذه التغطية المتميزة شكرا جزيلا نورهين بقالها فاطرة على الفكرة مش بتطلع معنا في الصحافة الرياضية بس هي دايما متميزة وصباح الخير بتاعتها دي ناس كانت بتنزلها تريند اللي هي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نعم طبعا يعني معنا كانت من بداية البرنامج ده أصلا وحمد الله على سلامتها لأنها كانت تعبانة كمان في الفترة اللي فاتت وعايز أقول لسلام مبروك على التخرج كمان زمانتنا العزيزة اللي كانت معا عزيزة اللي كانت نزلها لكلهم أحداث باشا الله في حلوة ووحش باشا لا يا رب دايما حلو يا رب ان شاء الله اشتركوا في القناة